السلام عليكم تمرين 25 صفحة 142 من طرس الزوايا المكونة من متوازين وقاطع تمرين في هذا الشكل الشكل في هذا المستقيم لا يسمونه المستقيم 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 نستطيع المستقيم 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 اذا كانوا متوازين المستقيم التعليم المستقيم يجب أن نلقى الزوايا موضوع متنادرة أو متبادلة ونقلب الزوايا متبادلة داخلي إلى السطر ونبين أن هذه الزاوية لاحظوا أن هذا المستقيم مع هذا المستقيم والقاطع لهما نسميه مثلا القاطع لهما AB لقنا هذه الزاوية فيها تهي 58 درجة لذلك الساعة ممكن نقول أن المستقيمان يحددان مع القاطع AB زاويتان متبادلتان داخليان ومتقايصتان إذن دي بريم توازي دي لاحظوا أن هذه الزاوية فيها 90 درجة المجموعة هذه الزاوية كاملة 90 درجة زاوية 32 زاوية واحد القياس ممكن نسميها X خاصة شي كامل يعطني 180 درجة لأنها زاوية مستقيمية 90 درجة زاوية مستقيمية 90 درجة ونرى هذا القياس الزاوية 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 إكس قياس قياس الزاوية ب إذن 90 درجة تسعين درجة زاوية ثلاثين درجة زاوية الزاوية 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 مستقيمية X تساوي 58 درجة نقياس الزاوية متبادلة درجة ومتقايصة سوف نحاولو ندروا البرهام المستقيمان دي والديبريم يحددان مع القاطع زاويتان متبادلتان داخليا ومتقايصة متقايصة 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 بحيث تساوي ب تساوي 58 دراجة اذا دي توازي دي بريم ونقى تساوي 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 25 صفحة 140 من درس الزاوية المكونة من متوازية المقاطع لا توجد سؤال او الاستفصار اخلينا في كومنتر تساوي 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 شكرا